اوكي لاتس جو النسخة او النسخة الصينية هي المعالج اللي بيجي اقوى بفرق ملحوظ من النسخة العالمية ففي الفيديو ده هنصلط الضوء على اهم مميزات هذا الجهاز لكن في البداية طبعا ما تنساش تدعي مني واشترك في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غير اي تأخير خلا نبدأ ونشوف مواصفات الرلم جي تي سيكس النسخة الصينية نبدأ مع بعض باستعراض محتوىات سندوق الجهاز طبعا عندنا الجهاز عندنا كتابات التعليمات دبوس الشريحة عندنا شاحن بقوة 120 واط بالاضافة لكابل الشحن وعندنا كوفر بيجي مع الجهاز نجي بعد كده الاستعراض المواصفات الرئيسية للجهاز الجهاز بيجي بوزن 207 جرام وسمك 8.4 ملة النسخة العالمية كانت بيجي بوزن 199 جرام وسمك 8.6 ملة والمميز هنا ايضا فريم الجهاز من الالمونيوم النسخة العالمية كانت بيجي بفريم من البلاستيك وضهر الجهاز هنا من الزجاج النسخة العالمية من البلاستيك كلا النسختين بيدعموا مقاومة الماء والغبار IP65 بالنسبة للشاشة نفس المواصفات الشاشة النسخة العالمية اموليد بمقاس 6.78% بوصة بتردد 120 هرتز وبدقة 1.5 كا وسطوع بوصة ل6000 نت وكسافة بيكسلات 450 بيكسل في كل بوصة وبتستحوز على نسبة 92% من واجهة الجهاز الامامية وبترعم الدول بفيجن وبترعم الـ HDR بترعم لحد 1 مليار لون كل ده نفس النسخة العالمية لكن المميز هنا بقى ان النسخة دي بتيجي بشاشة مسطحة النسخة العالمية بتيجي بشاشة منحنية وبالنسبة لطبية الحماية الموجودة على النسخة العالمية كورن جوريلا جلاس فيكتوس 2 هنا طبية الحماية الموجودة على النسخة الصينية Crystal Armor Glass طبعا أقوى بكتير من النسخة العالمية وبتتحمل الصدمات بشكل كبير شاشة ممتازة طبعا ما فيش عليها أي كلام لكن زي ما قلت أنا بفضل الشاشات المسطحة جايز بيجي بأن دوريد 14 واجهة ريلم 5.0 ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 النسخة العالمية كانت بتيجي بمعالج Snapdragon 8S Gen 3 طبعا المعالج هنا أقوى بفرق ملحوظ وتردد المعالج هنا بوصل ل3.3 جيجا هيرتز النسخة العالمية 3 جيجا هيرتز فقط ومعالج رسومات هنا Adreno 750 مقارنة مع Adreno 735 الجهاز هنا أيضا بيجي بعدة نسخ نفس النسخة العالمية بيبدأ من 12 جيجا رام مع 256 جيجا وبينتهي ب16 جيجا رام مع 1 طيرة زاكير التخزين النسخة العالمية 16 جيجا رام مع 512 جيجا زاكير التخزين بالنسبة لكاميرات الجهاز النسخة العالمية بتتميز بكاميرا أفضل هنا الجهاز بيجي بكاميرتين فقط خلفية الأساسية 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.9 وبتالي عمل AIS والكاميرا التانية 8 ميجابيكسل ألتراويد النسخة العالمية بتيجي ب3 عدسات 50 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.7 AIS 50 ميجابيكسل كاميرا التانية تيلي فوتو والكاميرا التالتة 8 ميجابيكسل ألتراويد فهنا المميز في النسخة العالمية هي الكاميرا اللي بتيجي تيلي فوتو 50 ميجابيكسل الجهاز بيصار فيديوهات فورك ب60 إطار و1080 ب60 إطار كاميرا السيل في هنا 16 ميجابيكسل مقارنة مع النسخة العالمية 32 ميجابيكسل وبصار فيديوهات هنا 4K 30 إطار 1080 30 إطار جهاز بيجي بسماعتين ستوريو ولا دعم منفذ 3.5 ميل الخاص بسماعات الأزن بيدعم شريحتين 5G المميز هنا بيدعم Wi-Fi 7 النسخة العالمية Wi-Fi 6 بلوتوس 5.4 بس مزدوغ دعم الخاصية NFC بصمة الجهاز مدمغة في الشاشة من نوابتيكال سرعة ممتازة مش هتلاحظ معاي مشاكل ودعم الميزة تتعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الأمامية بالنسبة لبطارية الجهاز 5800 ميلا أمبير بتنعم الشحن السريع 120 واط النسخة العالمية 5500 ميلا أمبير شحن سريع 120 واط سعر الجهاز بيبدأ من 385 دولار طبعا دي أسعار الصين دخل نستعرد سريع الجهاز Realme GT 6 النسخة الصينية أتمنى في النهار بكل فيديو عجبكم من عالك أسوال سبب خلال التعليقات في النهار ونشترك في القناة وليك للفيديو أشوفكم على خير الفيديو الجاي سلام ترجمة نانسي قنقر